أنا هسكت ومش هفتح بوقي اعتبريني ميتة حسن هو هو الكبير وهو العمدة هو اللي يقول إلي يحصل وإلي ما يحصلش العامل ومروان دهما ليجه للمعنى واحد إنه بيخطط لنفسه بس والباقي كلهم اللي همش عازة وحج ولدي عبدالله هاخده وطاره عندي خبره يا حسن؟ هتسمع كلامها ولا إيه؟ لهم أنا شفته وتأكدت منتي لو ما كنتش عارفة إنه هو اللي ورا الحكاية ما كنتش جاتي هنا؟ تجايه هنا عشان تحميه تبجي مهاوه في ظهره يعني أنت عايز إيه يا حسن؟ عايز تقتل أخوك؟ عشان تجهرني عليك أنتو التنين؟ إيه اللي يرضيكي؟ هشرب من دم مروان وزينب وبرضو قلبي مش هيرتح يا حسن يشيل كفنه على يده وسط البلد كلها ويجيكي الحد عندك ويقول لك السماح يرضيكي كده؟ اللي تشوفه؟ اللي هتقول عليه هقولك أمين؟ يبجي الله عشان نجفه على الدبايح ونوكله الغلابة عشان يضعونا بطلط العنف ربنا يهد جلبك يا حبيبي ونور مصيرتك يا رب ده ما أيامل بالتفتيش؟ ممكن هشوه؟ طبعا فطر انت عايزة الدنيا تولع يا جبرية؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ما فيهاش هداوة لما تسيبي حسن تجي تجعودي مع مروان حسن هيولع انت ايه يا ولية؟ دول مش ولادك؟ هحكيلك ووقتها هتعرفي ان انا عندي حج تروحت الكريمة ايه صعبان عليكي؟ توحشتيها؟ طب ما تروحي لها؟ انا غلط لما جاتلي ومدتلي يدها وانا جلت لها هيا دي لعبة جديدة دي يا جبرية؟ لا ورا لعبة ولا حاجة انا بس خايفة على عيالي يبقى تروحي تجعد في بيتك لا تجعد هنا ولا هنا ايه حضنك يضم التنين ما تميليش كفة عن كفة كفة مروان لازمة نتميل عشان يحمى اخوه بقولك ايه؟ ايه؟ ما دام انت رايحة مصر حتعمليلي مشوار وما تقوليش لحد عليه خير يا جبري حتروحي وشتشف المجانين قد قابلي هناك دكتور هديكي اسمه انا مشوار ما حضرتك بتدور على ايه بالزبط؟ نادية توفت واستلمنا جثتها وادفنت كمان وممكن تسأل اهل البلغ كلهم اهل البلغ بيأكدوا ان هي لسه عايشة والبلغ اللي جلنا بيأكد ان هي مستخبئة هنا قريت لو جدت بلغيني يا أستاذ شهد بعد اذنك يولا لما قصد دخلت عليه كلا من غير استيزان بس الموضوع مهم ومايتأنجلش خير مرهون راح لبادر السجن انا اول ما عرفته قلتها جاولك على طول كان عايزه في ايه؟ لا دي بقى انا ما عرفهاش انا كل اللي عرفه ان هو راح له السجن زيارة وقعد معاه وبعد ما خلص من الاخر كده تلع على المهمي شكله كده عايزي خرجه منها طب روح انت دلك استنى في ضيوف جاين كمان شوية عايزك معاه توموري كبير فانري يا ري ايه 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 انه حصل ايه؟ انا هكتون ما بتدور علي حده بلغ عني انا ما عاوسش ارجاع السجنة تاني حاضر حاضر استاهدي باللبس حاضر والله دا لو بدي كنت اعتك معاي ايه؟ ايه؟ خدي يا فوق يا ريتال قلبك خيب والله يا حصل تعال مفيش عقدورها مرونة خليك برا ماوزك عن دهلك تومر يا كبير مابعدش ماقلش اي حاجة ماقلش هنعمل ايه في اللي قلنا عليه ها متكلم يا حسن قللي هو اللي حيجي لحد هنا حسن انت وعدتاني ان انا هقول اه ولا لا انا عندي كلمتي طيب انا ليه عندك ثلاث تاني او امري هتعمل ايه معلوبنا تاني هنعيده تاني يا ريتال انت ما كفكيش اللي فات والله العظيم انا ما قصدي حاجة وحشة انا بس يعني عارفة ومتأكدة ان هي ملهاش غيرك ايوا يا حسن نازم تسأل عليها وتشوفها متضايقة ليه ما تسبهاش كيه تقعد مع نفسها تقعد تفكر الست لما بتقعد مع نفسها بتتجن خصوصا ان اللي ابنة لسه ابوها ميت بتحسبه حرام ان ام هي اللي قتلته اه جولي كده جولي ان اللفة دي كلها عشان امك لا يا حسن لاحد اللي هو حساب عندي بس بوقته كده 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 ده بدي وف جوم يلا على فوج يلا يلا مين تفتكر مين تايال يعني مش ممكن يكون حدا من ولادة عمتك صح؟ لا لا كانوا عملوا من الأول هو واحد بس اللي يعمل حركة دي عادل معه عادل مش قادر يصدق أبداً مروان هو اللي قتل مهدي وبعدين أظن يعني أنه هو بيعمل حركة ديت عشان يفهمني أنه هو يقدر على كل حاجة